موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في وصفات من الاقتراح فوريفر مع خبير التغذية لي فوريفر سينابيل عياشي السلام عليكم سلام عليكم ساميرا و السلام عليكم مشاهديكم اذا من بعد ما اعطيناكم اقتراحات العصائر في شهر رمضان اليوم نقترحنا لكم وصفة شليدة مقبلة يمكنكم وجبة كاملة اكيد ساميرا نعم نحن دائما في موضوع البرنامج ديتوكس التي تقترح علينا فوريفر فمن بين الأخذ الذي نقترحون بعد ما اقترحنا العصائر اليوم نقترحو شليدة فالفرق الذي كان نرى العصائر والاهمية والدور فعال بالنسبة لتنقية الجسم فكذلك شلدة الخضراء عندها كذلك دورها ودور فعال كي تخلصوا من السموم التي تكون في الجسم دينا طيلة سنة تكلمتي على شلدة الخضراء غير انا سنشوف ماشي شلدة الخضراء هذه بحديثة فيها فواكه وفواكه مجففة كذلك نعم فيها خضر فيها فواكه الخاصية المشتركة لدينا خضراء لدينا الخص لدينا البصلة لدينا خزو والبربا والتفاح والشريحة وكلهم لديهم خضرين لماذا خضرين؟ لكي تكون لدينا دائما هذه الفعالية الألياف الغذائية التي مهمة في هذه المرحلة هذه تنقية الجسم ضروري أن ندخله على الأقل 31 جرام الألياف الغذائية في اليوم ونستطيع أن نصح على الأقل 250 جرام بحلقة بحلقة مرتين في اليوم فتنسدوا واحد الاحتياجات كبيرة جوجت المرحة تبصيل من الأفضل من الأفضل لإدخال الألياف لتتجيب من أغذية أخرى بحل الخبز الكامير إلى أخيره أنا شخصيا تأجبني المذاق المالح والحلو فهنا يكي نشري الحامض والحلو الحامض والمالح والعن نزيدوا فاهم بتدفينيغات تدفينيغات الخلو والحامض مع زويتابلدية والزيتابلدية والزيتابلدية أنا أريد أن نصل للمشاهدة اليوم هي أنكم تزعموا على الفواكهة أو تفحف لسالات يأتي الكثير أنا أريد أن تفحف لسالات أنا أريد أن تفحف لسالات المشاهدة من المشاهدة مع المشاهدة مع المشاهدة التي أرى فكين الأول هو الأكتيف بخوبيوتيك وكين الفايبير اليوم سننظر على الأكتيف بخوبيوتيك وهو مهم بالنسبة لجسم لدينا لكي لا نعرف مع الأغذية السيئة التي تندخله مع التوتر مع التلاوت هناك بعض البكتيريا التي تكون على مستوى الأمهاء التي عندها دور فعال بالنسبة لعملية الامتصاص تبدأت نقص فالتناول أو الإدخال لبخوبيوتيك مهمة وخصوصا أثناء العملية الديتوكس بقال فايبير نشاهده إن شاء الله في الحلقة الجاية حلقة الجاية إن شاء الله وصفة أخرى دائما من توقيع خوهد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة